قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبوليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة نعيد عليكم بيان النائب العام العسكري بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان تلطاق محمد مدين وسعيدة بوتفريقة وضد كل شخص يثبت تحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري وال77 وال78 من قانون العقوبات ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبوليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق محمد مدين وسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت تحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ترجمة نانسي قنقر